صباح الخير او مساء الخير يا برج الميزان. طيب خلينا ندخل في القراءة العاطفية على طول وان شاء الله هنزل لكم القراءات باكملها. هندخل في القراءة العاطفية الاول برج الميزان انت الفترة دي مش متزبط خالص وطاقتك حاليا طاقت فقد او شاعر بحزن عميق كمان مش حزن مثلا اللي هو بقى لك فترة قليلة او حاجة لا ده بقى لك فترة كبيرة كنت تقريبا في علاقة ممكن تكون زواج او خطوبة او علاقة يعني من وجه نظرك كنت شايفها مثالية وكنت مستنمي هذه العلاقة بفرغ الصبر يعني او هذا الشخص كنت مستنميه ومبسوط بي اوي 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 اوي. فجأة تحول كل شيء الى العكس يعني السعادة تحولت الى تعاسى وكل شيء بقى كنت متوقع واني محصل ما حصلش. العشر كوبيات بقى لخمس صيوف. في حد فيكو انتو اللي اتنين بيلعب على التاني او او جرح في التاني اوي او اكتشفت خيانة او اكتشفت ان الشخص اللي معاك ده شخص مش كويس خالص. او كان مسلا بينافقك بيعمل حاجات من وراك. مسلا مخبى عليك ان في طرف ثالث مسلا. ممكن ان برضو هنا في طرف ثالث اهو. في حاجة انت اكتشفتها عن هذا الشخص خلتك او خلتها زي العلاقة تتحول زي ما يكون ساحة حرب كده. فانت تقريبا اخترت ان انت تنشي من العلاقة دي. وتنهي هذه العلاقة او ان الشخص ده انا حسنا هو قالب الترابيزة. يعني اعرف اللي هو بيقل بالترابيزة شخص ده. يعني مثلا هو غلط فيك او خبع لك حاجة. ولما جيت واجهته لبست انت الحاجة دي او لبست انت حاجة ما عملتهاش عشان يخرج هو منتصر. يعني شخص مش مش هذا شخص انا اعتقد انه شخص مقزي شوية. مقزي بالافعال والكلام كمان. طيب هو مشاعر ايه ده مشاعره خطيرة يعني ده ال Queen of Front. خلينا نشوف ال Queen of Front هنا. هو شخص ده على فكرة من نوع اللي بيخب مشاعره. اه بيخب مشاعره جدا جدا جدا. خلي بالك بقى. لو شخص ده ازاك او لاب عليك او خب عليك اي حاجة. وحاليا هو قاعد في دور المنتصر. ودور اللي معملش حاجة خالص. ممكن يكون مش بيكلمك مش بيتواصل معك او طع كل السكك عنك او بيعندك. او بيقول لك ان هو مسلا ارتبط مسلا. او انت مش همه. لكن هو في الحقيقة تعبال جدا. هو مصدر لك الوش ده لكن هو واخد العشر سلوف. العشر. ومشتق لك جدا جدا. وعايز يكلمك. مش عايز يكلمك ده ده منعينه انه يرجع التواصل بينك وتعينه. لكن هو عندك برياء طاغي على هذه المشاعر. ومضطر ان هو يصدر لك السورة دي اعتقد ان انت مشيت. لان انت كمان في طاقة الفورة او ساكت. شايفك ان انت مشيت او ساكت. شايف ان انت خلاص مش عايزه في حياته تاني. هو شايفك ان انت اممكن تكون انت عملت البلوك. انت نهيت كل حاجة يا بورك المزار خلاص. هو شايفك ان انت نهيت كل حاجة. خلاص. امش عايز اسمع عنك تاني. انت شخص سايق. وشكرا على كده. فهو مضطر يصدر لك السورة دي. سورة انا جامد. مش هاملني حاجة. مش هاملني انت. ولا العماقة. ما لك قاعدة ولا همعك. لكن هو في الحقيقة العشر سيوف الظهر. ومش عايزك ان انت هاذي جدا. ومش عايز تكلمه تاني. ولا عايز اسمع عنه اي حاجة. ومكتفي بهذه النهاية. وشكرا على كده. انا يعني حتى مش عايز اتواصل معاه. يعني مثلا حتى تقوله اي حاجة خالص. انت قلت كل حاجة. او حتى لو ما كنتش قلت. فانت مكتفي بالبعد ده. مش عايز منه اي حاجة. وشايفت كمان زعلان. شايفت زعلان اوي. او واخد او واخد عارف. عندك خيبة امل في هذا الشخص. انت مصاب بخيبة امل. لان كمان تقطع. مصاب بخيبة امل. اوي اوي من هذه اللاقة. ما كنتش متوقع. ان شخص يطلع كذاب مثلا. او يطلع منافق. او يطلع مثلا فيه طرف ثالث. وهو كل ده كم يكذب عليك. او شايف العلاقة ازاي. السيبن اوف ووند. او شايف ان العلاقة دي فيه طرف. من كنتو لدين اعتقد انت طبعا. خد كرار بالانفصال بسرعة. بسرعة قوي. يعني حتى ما سمعتش منه تبرير. انت مثلا انت تقريبا. اكتشفت عنه حقك. لان انت اغلقت العلاقة هم من غير تبرير. او مثلا بررلك. بس انت يقول لا. سواء كده او كده انا ماشي. فانت قطع طفورا. هو شايف ان هو. هو. هو على فكرة عايز يدافع نفسه. على فكرة. وشايف ان انت مش بتدي له فرصة. خالص. كل من يتكلم معاك تقول له بره. امشي ما تتكلمش معي هنا تاني. او مثلا يبعث لك لسائل ما تردش. تشوف ما تردش. او متفتحش المسجد خالص. او عملت له بلوك من كل حتة. فهو عايز ياخد فرصته. في انه دافع عن نفسه. وشخص ده عصبي على فكرة ده. بورجي ناري او هوائي. عصبي جدا. جدا. ومش بيستحمل حد يوجيه له انتقاد. يعني لو وجهتين انتقاد. بطول مثلا انت عصري. يقول لك انا عصري. والله انا مش عصري. يزع. يحس بظلم يعني. او واجهة نظره هو شايف انه تجرب قلاص بمخارجور. او انت ما سمعت له ش خارص. اهما. هو ناوي على ايه؟ هو ناوي يحقق لك اللي انت كنت عايزه في انه يمشي. ناوي انه يرحل الى ممكن يكون شخصا معه طرف تالد على فكرة ممكن بالفعل ممكن يكون معه زوجه هو هيمشي بالفعل من هذه العلاقة في حد معاه على فكرة برج المزام هزا الشخص معاه طرف اخر ممكن يكون زوجه او يعني حد تاني ممكن يكون حد تاني او هو كان محتار ما بينك وبين شخص اخر او في طرف تالد وخلاص فهو ممكن يروح للطرف التالد هيروح له يعني يقضي معه وقت الفترة دي الفترة دي كده هو هيروح له يكلم فيه بينهم كلام او حاجة وهيكتفي جدا بانك كفالت العلاقة ويرحل الى شخص اخر او علاقة اخر وعلى فكرة هو هيقصد يعني كده عشان يبينلك انه فعلا مش همه انت خالص خالص طبعا اللي هو هيعمله هيعمل بقى اللي انت كنت عايزه بصة برج المزان الشخص ده هيقطع معاك الفترة دي بس احتمال يرجع لك تاني على فكرة هو احتمال يرجع بس مش هيرجع دلوقتي يعني خلينا نتكلم بوقع هو مش هيرجع دلوقتي هو نوياء انه هو يرحل دلوقتي يرحل اللي هيعمله بقى انه هو الاس سوردس هياخد قرار بانه يقدم لك عرض جديد الاس عرض جديد بس عرض حقيقي انت ممكن تكون سبته انه هو مسلا بيراوغ معاك صح كده ممكن يكون بيراوغ معاك في انه مسلا تعرفوا طبيعة العلاقة منكم او انك او مسلا لو بنت يجي تقدم لك طب لو ولد انها مسلا تحافظ عن علاقة بتغير عليها مسلا او اي حاجة من حاجة دين فهو هياخد قرار في علاقتكم وهيجي يقول لك على القرار انا واحد اتين دلوقتي بس طبعا تلالي دلوقتي بس هو عنده عنده حد تاني هيقضي معا وقت شوية بس مش علاقة مش علاقة عاطفية يعني صديقة او صديق حاجة من الاتنين انه هو تعبان هو تعبان جدا مش حاصلها هو مش تعبان من فراء وكده لا تعبان هو متغاز متغاز منك قوي قوي متغاز منك ان انت قدرت تتني العلاقة دي او عايز بالفعل نكتبك يعني ممكن تكون بتتعمل محد برج الجوزاء كمان فهو هيرجعلك تاني ولكن بعرض حقيقي المرة دي يعني انا بحبك وعايز اكمل وفعلا هلتزم بالعلاقة او هلتزم بالشيء اللي انت طلبت مني بس هو عنيد جدا والفترة دي هي فترة مهمة جدا ان هو يقصر اللي عندي ده انا عايز ده صح جدا جدا ده شاوت النصيحة بتقول لك ما يشوف لك داني اهو بالزبط النصيحة بتقول لك يا برج الميزان تقدم في حياتك وترك خالص هذا الشخص الفترة دي تركه دلوقتي سيبه بقى هو هيعرف هو عايز ايه وهيجي لك هو اه على فكرة بيحبك يعني انا مش هنكر ده انه تبلاش نتبله عن راج الام دقيين منه توقفيني العلاقة ومش توقفيني نسمع عنه حاجة بس انت ده يخل عشان تعرف برضو هو بالفعل ما كانش بيحبيني لا هو بيحبك بيحبك على فكرة وشايفك شخص مثالي جدا شايفك شخص جميل ومات عواتش انه هو شايف ده انه كمان شايفك العلاقة التين ممكن يكون زوج هز الشخص لكنه هو الشخص ده عايد متكبر جدا ومقدرش يظهر الهزيمة مقدرش يقولك انا هتهزمت انا ما هتهزمتش فهو النصيحة بتقولك كمل بقى اللي انت عملت ما تبوص اللي انت عملت قدام انت عملت حاجة صح انت بتعلم هذا الشخص درس انا عندي كرامة انا واحد انا اتنين كزا فتقدم بقى في حياتك واترك هذا الشخص شوية هو هيراجع نفسه افقاره وهيرجع لك مرة تنين شاء الله بس هيرجع لك احسن من الاول بكتير بكتير انت عتستغرب هذا الشخص ايه اللي هصله ده ايه التغيير ده هو في حياته حاليا انه هيته في كابسة وعا معاكم بقية ممكن يكون بدق مشروع ممكن يكون بدق مشروع بالزبط ده بيشتغل جمد قوي 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 ومحاول الشروس ايه يعني الله اكبر رزاكي جدا ايه بالشخص وبدق مشروع جديد او عنده فكرة لحاجة وهيبدأها وشكله هينجح فيه هينجح جدا 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 فيه جدا كمان ويعني هيبقى تقريدا هم يعني ممكن يكون ازا شخص منزجيته متعلقة بالاموال مسلا يبقى كويس لما يبقى مع فلوس بس هو دلوقتي متقبض جدا في حياتك انت كمان بقى استغلي الفترة دي وتقبض متقبض في حياتك طيب يا برج الميزان شكرا بيهجي موسيقى